ترجمة نانسي قنقر يجب أن ترحق نفسك تطبيق الكلمة هذه كما ترحق نفسكم في القرآن أمركم فكرتوا فيها؟ فأمركم فكرتم فيها؟ أمركم تفكرتم فيها فلا يتفكرون؟ أنا من نوعية الأشخاص الذين يسموني أرحق نفسي فقط أتفكر ما معنى؟ لماذا حدث؟ كيف تفكر السيارة؟ كيف تفكر؟ كاعدة أفكر في الأشياء التي حولي وأحاول أوصل لمقصد الشيء هذا الجوهر حق الشيء هذا طبعا أفلا يتفكرون ذكرت في القرآن عشر مرات ويعقلون ذكرت عشرين مرات طبعا يعقلون مرتبطة بشي يسمون الإدراك الحسي بمعنى أنه الشخص لما يشوف شيء طبيعي منطقي زي يقول لك يعني يا أخي بالعقل تجي فتشوف شيء منطقي قدامك هذا إدراك فتدرك أن الشيء هذا يؤدي إلى كذا أو معناته كذا أو أصله كذا دين تبدأ تفكر فيه فتحلل وتوصل لاستنتاجات اعتبرها دراسة اعتبرها بحث معين تفكير تحليلي يسموه أو analytical thinking القرآن ذكرها كذا مرة ودائما تختم بيها الآيات في أغلب الأحيان بمعنى أنه هذا مقصد من مقاصد القرآن فالله سبحانه وتعالى برسلنا رسالة واضحة وصريحة أنه لا تعطل الآلة هذه اللي أنا معطيك هي وشغلها طول الوقت طبعا الآلة هذه شغالة 24 ساعة حتى وإنتوا نايمين شغالة الأحلام اللي بتحلمونها وعلى فكرة ترى تحصل أحيانا أنه تجيني أفكار في الحلم فأقوم أكتب الفكرة بسرعة عشان عادتا إذا استنت 10 ديائق قربة ساعة يطير الحلم طيب لما تنظروا أمور حولكم عادة إذا شفت مشكلة ضايقتك أول شيء يجي في بالك تذمر أبغى تذمر من المشكلة هذه لا إراديا تبدأ تفكر يا الله تأخر العفش في المطار إيش اللي أخرهم إيش اللي صار يا الله السيارة تأخرت يا الله لزحمة الرياض الشباب اللي يروحوا الملاعب يحضروا مبارات النصر والأهلاء للسيرة أو للهلال يروحوا قاعدين مثلا ثلاث ساعات أربع ساعات قبل المبارات تبدأ يا الله زحمة مو زحمة كيف أستنى إيش يسوي كل الأسئلة هذه كيف تستعملها أن أتحولها لصالحك مو بس نقول إيجابية وما عارفين إيش يعني إيجابية لا تحولها لصالحك بمعنى أنك تقدم شيء مبني على هذه الأشياء كيف تبدأ ثلاث خطوات فأول شيء تأخذ الألمنت أو العنصر اللي قدامك أو الشخص اللي قدامك أو المشكلة تجدها تبحث عنها في أي مكان حولك ابحث عن المشكلة أو الإمكانية يسموه potential بمعنى أي مشكلة قدامك أي مشكلة الحل حقها ممكن يتحول لفكرة أو potential بمعنى أنا شفت فكرة قبل فترة في تيدكس واحدة من التوكس عظيمة تعرفون اللي تجي في المواقع لما تحطوا باسورد يطلع زي ويندو كذا ويقول لك حط الحروف ملخبطة تعرفوها هذه تعرفين فايدتها هذه فايدتها أنه يتأكد أنك أنت بني آدم يعني منت آلة داخله قاعد تسجل يوزر جديد فالرجال اللي اخترع الشيء هذا قال طب يعني فيه 40-50 مليون واحد في العالم يوميا بيضغطوا الأرقام هذه كيف أقدر استفيد منها فعمل مشروع يخلي كل واحد فيكم اليوم أو بكرة يأخذ الشيء هذا ويكتبوا في البوكس اللي تحت actually he's digitalizing a book بيحول كتاب لكتاب رقمي أمركم تدروا الشيء هذا عارفين الشيء هذا يعني كلنا مشاركين في كتابة كتب الآن صدقة ولا مصدقة ما أمركم فكرت فيها فالرجل قال يعني نحن بنبذل وقت في الأشياء هذه فأحولها إلى كتاب رقمي وصار يصوروا الكتب ويحطوا قطع منها فكل الناس ينسخوا يحطوا في البوكس ما يعرفين أنهم بيكتبوا كتب وما أذكر الرقم بس حوالي 30 ألف كتاب في اليوم بينكتب gets digitalized في الحركة هذه فتبحث عن مشكلة خدمة منتج أنت قاعد في مطعم ما أعجبتك الخدمة فيه قاعد في عيادة حسيت أنك تأخرت والله النظام التعليمي فيه مشكلة في المدرسة اللي كنت فيها متضايق منه انبحث عن المشكلة حط يدك عليها مثال مشكلة دولية مشكلة إنتاج الطاقة أبحاث يا كثرها في الالترنتيف انرجي أو الطاقة البديلة طاقة الشمسية لا طاقة الماء كيف نبدأ نستغني على البترول لو خلص البترول معرف أي مشكلة دولية أساسية تقوم عليها صناعات شهادة وتأخذ المشكلة هذه تبدأ تفككها تتفكر فيها وتحاول توصل لحاجة مشكلة ثانية الانتظار قبل المبارات في الملاعب هل هذه مشكلة ولا إمكانية طيب أنت قاعد ساعتين في الملعب بتستنى مبارا كيف الساعتين هذه تحولها لصالحك ممكن أنت تفكر على نفسك على نطاق نفسك ممكن تتفكر على نطاق بيزنس طيب أنا ممكن أعمل مشروع أن الساعتين هذه والله أركب حاجة في المقعد يصير فيه شاشة تعليمية ترفيهية وأروح أتعاقد مع الملاعب وتصير الشاشة هذه موجودة بتتعاون مثلا مع وزارة التعليم ولا ما ما أدري قاعد أفكر معاكم فممكن جدا تستغل الساعتين هذه أن تطلع منها حاجة مفيدة مشكلة تتحول لحل البطارية في الجوالات قبل فترة أنا كان فيه مشروع أنا ويشتغل عليه كان يوصل بطاريات فبحثت شوية في البطاريات فكان بيقول لك أن التكنولوجيا حاجة البطاريات شوية صعب إنها تتطور فبدلا ما بيفكروا في كيف يطور أو يطولوا عمر البطارية بيفكروا كيف يقللوا استهلاك الأجهزة الإلكترونية بشكل عام طيب هذه جانبين لعملة واحدة طيب أنا كيف أقدر أطور الجانب هذا هذه أمثلة ننظر لها بالعكس هذه برانتز تعرفوها ستاربكس أحد ما يعرف ستاربكس قهوة عارفين مين أنشأ ستاربكس ستاربكس أنشؤوا ثلاثة أشخاص متخصصين فيش فيش واحد مدرس تاريخ واحد مدرس إنجليزي واحد كاتب ولا لهم علاقة في القهوة أصلا حبوها بس عملوا أول مقق ستاربكس في سياتل وبعدين جاء واحد فينشير كابتلس تعجبته الفكرة وهو يحب القهوة أصلا لإيطالية وقال كيف حويلها المعرفة شي ضخم أبل فنفس الشي واحد فيجينايري عنده رؤية طيب فكروا بريكت داون الحين هذه الأشياء اللي قدامكم نحن نمسك كريم دعونا نمسك كريم تعرفوا كريم زي أوبر كذا بيحل مشكلة إيش مواصلات ممتاز صار بزنس أو ما صار بزنس طيب إيش فكر فكر والله الناس لا يستطيع أن يوصل لأماكن معينة أحيانا ببليك ترانسبرتشن لا موجود أحيانا السواق غالي أحيانا أحيانا كيف أقدر أعمل حاجة سلوشن حل الحل هذا تاكل زنيت في احتياج فوالله أعمل تطبيق بضغطة زر أقدر أوصل سيارة لشخص معين ويبدأ يشتغل تؤبتيمايز الحل هذا ستار بوكس بيقدم حل أنا ما أعتبره بيقدم قهوة بيقدم حل القهوة في كل مكان بتجلس حلوة بتشرب بتاكل واحدة من اللي عندهم اللي تعجبني اللي هي مو لازم تطلب عشان تقعد فهو شاريك كزبون تعهل السريح يقعد مبسوط ويعني حتشتري قهوة في يوم من الأيام أبل سولوشن يعجبك الدزاين ماسكو كذا شكله حلو ومعرف إيش والابليكيشن جوتها حلو فكلها لبعضها صار بلاتفورم عظيم تبوا تستعمله طيب الخطوة الثانية تشوف الحلول المتوفرة فأنت ممكن جدا تكون متخصص في أمر ما وتلاقي المشكلة هذه وتبدأ تشتغل عليها تمشي 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 وبعدين تبدأ تشوف إنه في حلول طيب في صناعة يعني كريم لما طلع فيه أوبر طيب كريم إيش تغير عن أوبر ما أعرف نروح نسألهم لكنه أكيد أكيد درس أوبر مرة مضبوط ودرس إيزي تاكسي ودرس ودرس وبدأ دور على المشاكل فعندكم أربع مجالات تقدروا تدرسوها أساسا الحل متواجد ولا لا أصلا فيه ولا لا ممكن ما يكون فيه يكون موجود في دولة ثانية لكن ما هو موجود في السعودية أي مشكلة فكروا أطلعوا بر الصندوق أي مشكلة وممكن الحين عندكم منتا البلوك ما تحاولوا تفكروا في مشكلة وما أنتم قادرين تذكروا الكلمة هذه لما تتعرضوا لمشكلة بدلا ما تقول يليت لو يسووا شفت يليت لو يسووا هذه فكرة طلعت لا تقول يليت لو يسووا سويها أنت أمسك الفكرة هذه كذا وتمسك فيها وسويها الشيء الثاني بعدما تشوف تواجدها تشوف جودتها هل هي ممتازة ممكن أن أمطعم ما هو جيد ما أعجبني فعليتها قد إيش مكلفة ما هي مكلفة سوري جدواها قد إيش مكلفة ما هي مكلفة يمكن الكوست حقها عالي زي الطاقة البديلة مشكلتها أنه في إنتاجها عادة مكلف جدا فالتكنولوجيا كيف نخفض الكوست بعدين بعدما تأخذ الأربع الأشياء هذه أقدر أنتج حل جديد أو أطور حل قد موجود وكل واحدة فيهم اختراع ترى مو شيء أقل من الثاني ممكن أخذ الحل كما هو غير فيه شيء بسيط يصير يعني واحدة من الأشياء التي قريتها قبل فترة فيه وحدة أمريكية والله نسيت اسمها عملت شركة التست تيوبز أو اللي تأخذ منها تحليل الدم عمل التكنولوجي أنه الواحد يقدر يأخذ عين الدم أقل بكثير ويعمل عليها تست أكثر الشركة الحين تسوي حوالي 10 مليار دولار ليش؟ بس عشان فكرت كيف أقدر أطول حل قريدي موجود الشيء الثالث قدم الحل وترى متقدم الحل هذه ما هي النهاية هذه البداية دوبك بدأت ترى كلنا عندنا أفكار كلنا ما أحد هنا ما عنده أفكار وكلنا بنقعد في الاستراحة ونشرب الشاي ونشرب القهوة أوه يليتني أسوي بزنس أوه والله لو إنه في مقهى كذا سوي يا أخي لا تقعد كل يوم تتحلطم تعيد نفس السالفة وقاعد مع نفس الشباب ولا أحد بيسوي الفكرة هذه سويها إيش ناكسك إيش معنا نستنى الأشياء هذه تجي من بره ليه مؤابل يكون شيء سعودي يكون اسم تفاحة فتأخذ الفكرة هذه ابحث فيها طور كيف تصير ما تصير ممكنة ما هي ممكنة طبقها وقيمها وهذه دورة ما تخلص تلف 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 إلىين تقدر توصل لمشروع موجود الآن إيش الوقود للدورة هذه أنا أؤمن بحاجة أسميها شغف أؤمن تماما بالشغف الشغف وقود جيد ممتاز إنك تبدأ حاجة لكن الشغف ما يكفي إذا ما في كوميتمنت ما في التزام ترى الشغف انطفي ما هو شيء يقعد لأبد لأبد الآبدين ممكن جداً واحد بعد خمس سنين شيء كان يحب يعمله والحين ما يحب ولا يريد يسوي أعطيكم مثال تعرفوا تطبيق صور لي أو موقع صور لي فكرة جديدة ستارتب بيزنس الفكرة أو المشكلة اللي شافها لقى إنه ما في تواصل بين المصورين والعملاء شركات ولا أحد يريد يصور أي حاجة ما في ما في أحد بيفلتر الموضوع هذا فقال ليش ما أنا أسوي حاجة إلكترونية أقدر أفلترهم أجمعهم وأجب لهم العملاء والدنيا تصير حلوة وأخذ نسبة وفر لهم الحل هذا طبعاً شاف السوق في أحد بيعمل الطريقة هذا بطريقة منظمة أنا ما أعرف أنا ما سويت البحث بس أنا ما شفت إذا كان موجود تسويق وسيء عشان أنا ما أعرف عنه وقدم المنصة الإلكترونية هذه بحيث أنه يجمع داتاباس حقة مصورين يجمع داتاباس حقة كلاينت يربط بينهم ويبغط نوفق راسين بالحلال صار عنده بيزنس البيزنس هذا أنا أتنبأ أنه سيكون شي ضخم إن شاء الله قريباً نبطل نشتكي نبطل نشتكي ونشتغل يعني إحنا أحسن شعب في العالم يشتكي ودائماً أضرب مثال بهذاك الشخص اللي كل يوم يروح وقعد مع الشباب أو البنت اللي كل يوم تقعد مع البنات يا الله يمس رحت الدائرة الحكومية الفلانية ويا الله ساعتين والموظف ما هو فيه ويوم وصلت وقعدت معه نص ساعة قلت دقيقة وطالع يفطر ومعرف إيش الرجل شغال في دائرة حكومية ثانية ويرجع متأخر وينام يروح متأخر الدوم شايفين اللفة؟ يعني ترى حقوقك واجبات عند غيرك واجباتك حقوق عند غيرك لفة هي فاشتغل ركز على حاجة استلهم من الألمنت اللي حولك خذ مقاصد القرآن الله سبحانه وتعالى وفرها وقال لك فكر في الأمور اللي حولك وطلع منها إلهامات نحن قاعدين هنا على المسرح في شيء مضايقكم اللي ضاءة فيها مشكلة كيف تقدر تحسنها الصوت فيه مشكلة كيف تقدر تحسنه وكل واحد عنده experience وأنا مؤمن بحاجة أنه الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ما خلقنا قوالب كلنا زي بعض أو من قالب واحد كل واحد عنده بصمة عقلية زي ما عنده بصمة في صباعه عنده شيء معين هو أفضل من العالم كله فيه لازم يكتشف هذا الشيء هذه وظيفة أن يكتشف هذا الشيء حط لنفسك كوز بعدين حط هدف أو أهداف مجموعة أهداف عشان توصل إلى الكوز هذا اشتغل وابحث عن البصمة هذه اللي ربنا خلقك عليها عشان بكرة سبحانه بعد عمر طويل لما نتوفى وتروح عند الله سبحانه وتعالى تقول له يا الله أنا قدمت لأمتي للناس للبشرية لعمار الأرض واحد اثنين ثلاثة شكرا